كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير التربية والتعليم وتعليم الفني بسرعة طرح المدارس الجاهزة التي يبلغ عدده عشر مدارس على المستثمرين من القطاع الخاص وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم كما وجه رئيس الوزراء بالاهتمام بنوعية المدارس التي تقدم تعليما يتوافق مع شريحة متوسط الدخل سواء المدارس اليابانية أو اللغات ومدارس أنيل الدورية غيرها من النماذج التي توفر تعليما متميزا لهذه الشريحة